هذا وتوالت ردود الفعل المرحبة بالبيان الثلاثي المتضمن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل حيث رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بإعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل مؤكدة أنه يصهم في الاستقرار الإقليمي وأكدت على أهمية أن يصهم هذا التحرك الجديد في دعم السلام والاستقرار الإقليميين مشددة على ضرورة تعليق ضم الأراضي الفلسطينية ليصبح إجراءا نهائيا واستئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بهدف إقامة دولتين قابلتين للحياة في إطار القانون الدولي والمعايير المتفق عليها كما أعرب سماحة الشيخ طلعت صفا تاج الدين المفتي العام لروسيا ورئيس الإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا عن خالص تهانيه لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة توجيهات جلالته بالتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل ووصف سماحته هذه المبادرة بأنها منطقية وجريئة حيث أنه لا بد من إقرار السلام والتفاهم في هذه الديار المقدسة وهو ما يدعو إليه الدين الإسلامي بحقن الدماء والجنوح إلى السلم وإشاعة المحبة والتعاون بين شعوب الأرض من مختلف الأديان والأعراق من جانبه قال البروفيسور فيتالين عمكن رئيس معهد الاستشراق التابع للأكاديمية الروسية للعلوم بأن قرار مملكة البحرين توقيع على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل هو قرار سيادي يخصها وحدها ولا يحق لأي دولة أن تعترض على ذلك كما أشاد صاحب الغبطة الميتروبوليت البطرياك نيفون سيقلي ممثل بطراكية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذوكس لدى بطراكية موسكو أشاد بالمبادرات الشجاعة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليثة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لأحلال السلام والوئام بين دول وشعوب المنطقة والعالم بشكل عام وذلك من خلال سياسات جلالته ومشاريعه لإرساء الحوار والتعايش بين الدول والحضارات والأديان ونشر قيم السلام ونبذ الحروب والصراعات بينهما